بسم الله الرحمن الرحيم وكلها متجمعها في سنية واحدة طعمها حلو جميل وهتعجبك إن شاء الله وتعجب ولادك هي قوزي الفراخ أو قوزي الدجاج حاجة كده لذيذة وجميلة ومش هتاخد معاك وقت خالص لو أنت ست عاملة هتعمليها بكل سهولة وهتبقى جاهزة معاك في وقت بسيط جدا كل الوقت بتاعها تدبيل الفراخ تعالوا بقى نشوف طرقتها ومقدرها معايا هنا في بولة فاضية أحط فيها التدبيلة بتاعتي هي عبارة عن معلقة من الملح معلقة من بوهرات الفراخ معلقة من التوم البودر معلقة من البابريكا ونص معلقة من الفلفل الأسود نص معلقة من الزعتر ونص معلقة من الحبهان المطهون هي دي التدبيلة بتاعتي أحط عليها ثلاث معالق كبار من الزيت وهبتجي بقى أقلب التدبيلة دي التدبيلة دي ممكن تعمليها من بالليل وتقعدي فيها الفراخ لحد تاني يوم على السوى على طول تشتغلي او تعمليها الصبح بادري قبل وتنزلي شغلك مثلا وتسيبيها في التدبيلة ولو انت مستعجلة قوي ممكن قبل السوى بنص ساعة تكوني متبّلة الفراخ بتاعتك ده لو انت مستعجلة يعني هتسيبيها بس في التدبيلة ونص ساعة تشرب منح بس يفضل انها تقعد فترة طويلة في التدبيلة انا هنا بقى هجيب الفراخ وتبّلها انا جايبة هنا اربع وراك لو انت عايزة تشتغلي بالصدور ما فيش مشكلة عايزة تشتغلي بفرخة كاملة برضو ما فيش مشكلة انا بس فضلت الوراك عشان يبقى شكلها الظريف في الصينية ما تبقاش حاجة طالعة وحاجة نازلة يبقوا كلهم سوا واحد لكن انت يبقى اشتغلي بالمتاحة عندك كله هيستوي ان شاء الله وهيبقى طعمه حال بس كده هي التدبيلة بقى انا هسيبها فترة بعد ما التدبيلة معي الفراخ في طاصة على النار او في صينية هحط اه التلات اربع معالق من الزيت وهنزل فيها اه بالفراخ كده زاي ما انت شايفει علشان تاخد لون لان هو ده اللون اللي هتاخده الفراخ مفيش لون تاني هتاخده لان هي مش هتخش الفر هي هتستوي على البتاجاز من فوق هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا تستوي طبعا انا عايزها تستوي وتاخد لون لتنين او تخش في السوا على الاقل يعني مش عايزها سوا كامل انا عايزها بس تخش في السوا فطبعا انا مجرد ما بحطها على النار بتبقى النار عالية وبعد كده بهديها قعدت معايا على النار بالزبط نص ساعة طبعا على الوشين بقى كنت بقلب فيها علشان تاخد لون زي ما تشايف كده بقضى لون جميل جدا هقلبها بقى وبعد كده على منادي المطبخ هطلعها وهبتدي اشتغل بقى في الوصفة بتاعتي هي كده اخدت لون من فوق ومن تحت وشكلها بقى جميل جدا هطلعها وطبعا دخلت في السوا هصفي بقى الزيت من الحاجات السودة اللي فيه دي وبعدين هنزل فيه ببصلايا متوسطة مقطعها قطع صغيرة وبعد كده هبتدي اقلب فيها كويس لحد ما تتبل انا بس هزود معلقة سمنة بلدي عشان انتوا عارفين الرز بيحب الطعم السمنة بيبقى طعم جميل اوي فيها فانا زودت بس معلقة وهنقلب بقى البصلة لحد ما تتبل معايا طبعا بتبقى مجاهزة بقى معاكي خضار شوفي نوع الخضار اللي انت بتحبيه انا هنا استعملت البسلة والجزر لاني بصراحة بحب طعمهم قوي مع الرز البسمتي بحس انهم اكتر حاجة بتليق على الرز البسمتي لو انت عايز تحطي بقى فصوليا خضرة عايز تحطي بطاطس عايز تحطي بروكلي اي نوع خضار بتحبيه حطي عايز تحطي المجموعة كلها على بعضها مفيش مشكلة مش هتقول لأ بالعكس انت كل ما هتكتري الخضار كل ما هيبقى أحلى كمان ممكن تحطي كوسة انا هنا حطيت نص معلقة من الملح وبرضو حطيت رشة فلفل أصمر مش كتير طبعا لان احنا فيه تدبيلة في الفراق وطبعا نزلت في الزيت اللي احنا حمرنا فيها نزلت كمان بعود قرفة من الخشب وحطيت واحدة ماجي فارقتها وهتدي يقلب بقى البسلة بتاعت لحد ما تاخد لون وتبتدي تخش في السوا البسلة بتاعت دي طازة مش متفرزة البسلة المتفرزة عندي خلصت طبعا البسلة الجديدة طلعت فهنسيبها بقى تاخد سوا انتوا عارفين البسلة في البشار بتاعتها بتبقى حلوة وجميلة وبتغيبش كتير في السوا افضل بقى اقلب فيها كده وبعد كده هنزل عليها انا عاملة غسلة كوبايتين ونص من الرز البسمتي نقعها وغسلة كويس ومصفيها هنزل بيهم على البسلة وهتدي بقى اقلب فيها كويس لحد ما الرز يتشرب من طعم البسلة ومن طعم الجزر ومن طعم التدبيلة اللي نزلت في الزيت وياخد كمان لونهم او زي ما انت شايفة طبعا الملح بتاعنا كله متزبط فمش هنضيف ملح تاني وخلي بالك ان الماجي كمان فيها ملح فمش هنزود ملح تاني وطبعا انت بتدقي وبتشوفي اذا كان الملح كده مناسب ولا عايزة تزودي كده معايا الرز تمام هنزل بقى عليه اه انا مستعملة كبايتين ونص هنزل بقى اربع كبيات اه من الميا انا بصراحة مش بعاير مية الرز خالص انا بحطها كده بالنظر ودي ميا مغلية وهنبتدي نقلب بقى لو الرز احتاج تاني هنضيف له بس انا هسيبه اه يعني يتشرب شوية مع الرز و بعد كده اضيف الفراخ عليها بس اه هتضيف الفراخ قبل الرز ما يشرب اه الميا بتاعته كلها انا هحط هنا ورقتين من اللورة وخلاص على كده بقى هي جاهزة معنا هغطيها شوية صغيرين و بعد كده انزل عليها بالفراخ بس الرز يتشرب من ميته هنزل بقى بالفراخ بصي الرز خلاص تشرب الميا خاصة خالص هبتدي بقى انزل بالفراخ كده هسيبها على الوش تستوي كمان معها بمجرد ما المية تتشرب خالص هوطي خالص واسيب الرز يستوي براحته بس كده هسيبها بقى وبعدين ارجع لها تاني بصي كده خلاص المية تشربت خالص والفراخ كمان نبتدي تستوي هوريكي بقى دلوقتي هنعمل ايه هرفع بقى الفراخ معايا كده زي ما انت شايفة عشان اقلب الرز وفلفله كده واشوفه تمام محتاج حاجة ملحه مزبوط التوابل بتاعته مزبوطة لو محتاج اي حاجة بزودها له وبعدين بارجع تاني بالفراخ عليه بس المفروض انا بعمل حركة دي بس عشان فلفلة الرز ولو تلاحظي كده في لسه شوية ما صغير وهارجع تاني بقى بالفراخ وهوطي عليها خالص وهسيبه بقى براحته خالص يستوي زي ما هو عايز كده وهقفل عليه تماما ويستوي على البخار بتاع الرز ونرجع لها تاني بقى ونشوفها انا هنا مجهزة معايا معلقة من بودرة الزعفران هي مش معلقة ربع معلقة بالزبط ده وبتاع في شوية ما يسخنين هنزل بيها بس عشان تدي لون كده وتغير شكل الرز او تغير لونه وهقفل عليها تاني واسيبها بقى براحتها انا كنت باشوف بس الرز هيستوت ولا لسه هيستوت خلاص تعالوا بقى نغرف كده ونشوف شكلها عامل ازاي ونشوف الفراخ بتاعتنا مستوية ولا لأ ونشوف كمان الرز طبعا خطوة بودرة الزعفران دي لو مش عندك مش لازم خالص انا عاملها خطوة اضافية بس عشان تغير اللون او تكسر اللون الابيض لو انت عندي الكركم ممكن تحطي كركم وممكن ما تحطيش حاجة خالص لون الرز مع الخضار بيبقى جميل جدا مش محتاج حاجة تاني عايزة تضيفي مكسرات برضو سواء كان رز انا اسفق زبيب او لوز حطي زي ما تحبي هيبقى طعمها حلوة جدا وهيليق عليها مش عايزة تحطي او ما عندي كش مكسرات ما فيش لازمة خالص لها برضو بيبقى طعمها جميل قوي يعني انا بقولك على افكار وعلى اضافات لو انت حابة تحطيها وبردو من غير اي حاجة هيبقى طعمها زريف جدا وهيعجبك ان شاء الله تعالي بقى نشوف كده الفراغ بتاعتنا مستوية ولا لأ زي ما انت شايفة كده مش محتاجة تقطع بسكينة هي دايبة خالص زي ما انت شايفة والرز كمان بتاعنا مستوي يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وما تنسيش لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو ولو انت اقول مرة تشوفيني سبسكرايب للقناة وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي والى اللقاء في وصفة جديدة مع مطبخ عبير باي باي اشتركوا في القناة